مجلس النواب تم تأجيل مناقشة تقارير حساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامي الاحتياطي للأجيال القادمة إلى الجلسة المقبلة من أجل بتري أياد الإرهاب ومن يحاول أن يمس أمنى وسيادة الوطن كان لابد من إجراء تعديل على قانون القضاء العسكري هذا التعديل سيسهم في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المتزايدة وتحقيق العدالة في القضايا والفصل فيها هذا الغانون طبعا يصب في موضوع مكافحة الإرهاب الذي دأ بهذا المجلس على محاربته وأصدرنا العديد من التشريعات سواء إنشاء قوانين جديدة أو تعديلات على قانون العقوبات على قانون الإرهاب فاليوم هذا الغانون يصب في نفس هذا المصب وخصوصا أنه يأتي تنفيذا للتعديل الدستوري الذي حصل قبل عدة أسابيع وهو تعديل اختصاصات الغضاء العسكري أصبح اليوم الغضاء العسكري قضاء متطور جدا ليس على مستوى الدول العربية فقط ولكن على مستوى العالم واليوم استطاع مجلس النواب بأغلبية أصواته أن يمرر مشروع قانون تعديل القضاء العسكري بصفة مستعجلة ليدهب إلى مجلس الشورى يوم الخميس المقبل في جلسة من المتوقع أن تكون هي الحاسمة بشأن هذا التعديل مشروع وطني ومهم طبعا المشروع يهدف إلى توسيع نطاق اختصاص القضاء العسكري وذلك لاعتبار أن قوة الدفاع البحرين هي السد المنيع لأمن واستقرار الدولة كما أن المشروع بقانون أيضا يحقق من ذلك وجود ضمانات أو الضمانة عن طريق الأدوات الرقابية والقضائية وافق المجلس اليوم على تقرير لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني وهو الموافقة على المرسوم بقانون رقم 34 لعام 2012 ومرافق طبعا للقانون رقم 22 لعام 2017 اليوم المجلس مد اختصاص القضاء العسكري ليشمل قضايا خطيرة جدا هذه القضايا توجب على المجلس بعد قرار التعديل الدستوري في المادة 15 باء أن يمد اختصاص القضاء العسكري ليشملها مع توفر كذلك الضمانات التعديل هو ضمانة لحقوق المدنيين والعسكريين ولا ينقص من الحريات ولا يتنافى مع حقوق الإنسان اليوم صوت مجلس النواب على تمرير مشروع بقانون وهو تحويل بعض الاختصاصات منح القضاء العسكري اختصاصات المتعلقة في الباب الأول الفصل الأول من الجرائم الخارجية وهي في الجنايات العمدية مع توفير جميع الضمانات وتوفير جميع مراحل التقاضي وأيضا أعطاه اختصاصا كان الاختصاص القضاء العسكري سابقا اختصاص شخصي الآن أصبح اختصاص شخصي ونوعي ومكاني ما أريد أن أشير إليه بأن القوانين وجدت لتردع السلوكيات الخاطئة والجرائم وخاصة بأننا اليوم نتكلم عن جرائم رهاب تمس أمن واستقرار بلدنا البحرين والذي كان ولا يزال بلد أمن وأمان بتعديل قانون القضاء العسكري ستكون هناك قوانين رادعة أمام كل من يحاول أن يمس بأمن واستقرار المملكة والعبث بمنشآتها وكيانها العسكري سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر